قبل ما اتكلم على الاهل ومشواره في هذه البطولة وبطولة الدور والمشوار الطويل والانجاز اللي هيتحقق ان شاء الله خلال الساعات القادمة بالفوسب الخماسية خلال هذا الموسم عايز اتكلم على منتخبنا الولمبي لان المنتخب ده تحديدا لو نسترجع كده الايام اللي فاتت او الفترة اللي فاتت المنتخب ده تكون ازاي اختياراته كانت ازاي الجهاز الفني للمنتخب كان مين هيتولى المسئولية كان فيه كلام كتير اوي في الفترة دي واتذكر وقتها كان فيه مداربين كتير ما كانوش عايزين يتوله هذه المسئولية والكل قالك الجيل ده جيل يعني فقير فنيا مش هيقدر يحقق نفس الانجازات اللي اتحققت من الجيل اللي قبله اللي كان موجود في اولمبيات تا توكيو وكانت فيه صعوبات بالنسبة لهذا الجيل حتى على مستوى الاعداد على فكرة برضو مستوى الاعداد ما كانش بالمستوى الكبير يعني ما لعبوش مباريات دولية كبيرة ما خدوش فترات معسكرات كتيرة زي ما كان بيحصل في الفترات السنوات السابقة كان فيه فترات منتخبات ناشئين وولمبي وشباب كانت ممكن تعسكر مثلا في السنة اكتر من حوالي 10-15 مرة والامرش مرتبط بالاجندة الدولية ولكن الجيل ده تحديدا والمنتخب ده تحديدا واجه صعوبات كبيرة جدا عشان يقدر يحقق الانجاز اللي تحقق فيه بطولة المغرب تحت 23 سنة حاجة تانية كمان لو تبصوا على القوائم الفرق اللي شاركت في البطولة منتخب مصر من المنتخبات الأوليلة جدا اللي شاركت بقوام لعبين محليين يعني أنا ما بصيت على قوائم المنتخبات التمانية اللي شاركوا في البطولة كل المنتخبات بلا استثناء عندها ما يقرب من حوالي 15 إشلاء محترفة كلهم بلا استثناء مع عدم منتخب مصر كلهم بلا استثناء بيلعبوا في الدوري المحلي ويمكن أكتر من نصهم ما بيلعبوش بشكل أساسي كمان يعني حتى اللعيبة اللي ظهرت بشكل متميز وخاتة جوائز الأفضل في البطولة مش أساسيين حتى في الأندية بتاعتهم ومع ذلك قدروا يقطعوا بطاعة التأهل إلى الألعاب الأولمبية في باريس ويتأهلوا للمباراة النهائية ولولا حالة الطرد اللي تعرض لها منتخبنا من خلال محمود صابر كان ممكن منتخب مصر يذهب بعيدا ويقدر يحقق نتيجة جيدة في هذه المباراة النهائية ويكسب البطولة ولكن الحمد لله يعني ليس في الإمكان أفضل مما كان إنك تلعب ناقص لعب على مدار أكتر من حوالي 100 دقيقة تلمطش مباراة كان 120 دقيقة أنت بعد تلت ساعة كنت بتلعب ناقص لعب 100 دقيقة وانت ناقص لعب ده إنجاز كبير جدا أمام فري المغرب المدجج بأفضل اللاعبين المحترفين في أوروبا في هذه المرحلة السنية لعبة بتلعب في برشلونة بيلعبوا في الدور الإنجليزي في لعبة بتلعب في دورات كبيرة جدا وفي لعبة كان عليها صراع مع منتخبات أوروبية عشان الجنسية وإدرت الجامعة المغربية أن هي تديهم الجنسية المغربية عشان يشاركوا مع المنتخبات في الأعمار السنية المختلفة فكان جيل ومنتخب بيعد منذ فترة والبطولة بتتلاعب على أرضه فالنتيجة اتحققت في هذه البطولة أنا بحي بجد كل الجهاز الفني من أول لروجيرو ميكالي الجهاز المعاون كل اللاعبين كل أفراد الفريق المشرف على المنتخب الكابتن محمد بركات الجهاز الإداري الجهاز الطبي مجلس إدارة الاتحاد بالنتاج الإيجابية الموجودة حاليا في المنتخب الأول وفي المنتخب الأولمبي الفترة الجاية بقى أنا أتمنى أن يكون فيه إعداد جيد لهذا الجيل عشان يعمله نتيجة كويسة إن شاء الله في الألعاب الأولمبية في باريس ميزة كويسة إن البطولة في باريس فهيبقى فيه وجود كبير جدا للجالية المصرية مفيش بقى الساعة البيولوجية عكس الدورة اللي فاتت في توكيو فإن شاء الله الجيل ده يقدر يحقق إنجاز كبير جدا